اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا زالت عملية الدعم متواصلة ولاية العصابة الحمد لله هي قدر المساحات الزراعية هذا العام الحمد لله راد قدر المتساقطات المطارية في البعض المتنخر عنها يا قير بعد الحمد لله نقول عنها الحمد لله قيد من 70% منها الحمد لله المساحات المزروعة عارات السحاء ومستوى الحمد لله الزراعية هون اصلا في 35 الف اكتار هي هي اللي اصلا خاصة بالزراعة المطارية الزراعة المطارية تخل فيها السدود في هذا العصر اصلا في اكتار تعود هي هي الخاصة بالزدود البلديات كاملة جبرت الحبوب وانا قسمنا هنين واثمانين طن من مختلف الحبوب التقليدية وقسمنا مئة وسبعين من هذو القجيات اللي يسحبوا يسحبوا الحميد عدد من المؤسسات الخدمية والقطاعات الحكومية كان لها موطئ وقدمين في المجال الزراعي خصوصا فيما يتعلق بتوفير المعدات للمزارعين ودعمهم بالمدخلات الزراعية كجهة العصابة التي وفرت عشر تجارات زراعية مختلفة الأحجام وعدد من المعدات الأخرى انسياقا خلف التوجه العام للبلد الذي يركز على الزراعة باعتبارها أحد ركائز السيادة جهة العصابة تتوفر حاليا على عشر جرارات زراعية مختلفة الأحجام مقدمة من وزارة الزراعة وهناك اتفاقية أيضا تم توقعها مع وزارة الزراعة بهذا الخصوص تسير هذه الأليات ومتابعتها ورقابتها كذلك تتوفر الجهة على جرارين زراعيين تم اقتناؤهما على الميزانية الخاصة للجهة وكذلك أظن وصلها حتى الآن جرار المعروف لدنا الشعبي باقرادير موجود حاليا جديد بالكلية وهذه الأليات كلها جديدة ليسهم لاحقا إن شاء الله تعالى تمتين وتقوية السدود الرملية للمزارعين هذه الأليات استفادت منها مقاطعات الولاية الخمس كيفا وكمكوسا وباركاول وقيرو وبومديد لدينا أليات حاليا أليتين في بومديد وثلاثة أليات في قيرو إحداها كانت تعمل في الطرف الشمالي من مقاطعة باركاول وتوجد لدينا كذلك أليات على مستوى المقاطعة كيفا ما يتعلق بالذر أو المنتوج الذي حصل عن هذه الأليات حتى الآن حسب الإحصائات المتوفرة لدينا أنتوا في المقاطعات الأربعة باستثناء بومديد فيها 76 مشروع زراعي تم استفادته حتى الآن بما يقارب 400 هكتار موزعة بين هذه المشاريع مقاطعة بومديد فيها أليات أخرى استصلحت كمية لم تصنع إحصائتها الدقيقة حتى الآن ولا عدد المشاريع التي فيها ولكن لها شهر حتى الآن تقريبا في هذا العمل وبدورها تدخلت المندوبية الجهوية لمفوضية الأمن الغذائي هذا العام في 58 مشروعا زراعية عن طريق إصلاح السدود وتوفير السياج والبذور والمعدات الزراعية الأمر لا ينعكس إيجابا على الحملة الزراعية في مناطق مختلفة من الولاية بالنسبة للتدخلات المفوضية على مستوى ولاية الأصابع الحملة الزراعية 2024 تتلخص في دعم بأدة برامج عندنا البرنامج التعاون الياباني هذا يدخل بإصلاح السدود وتوفير السياج وتوفير بدخات مائية من بعض المساء وعندنا البرنامج الإيطالي البرنامج الإيطالي يدخل بإصلاح السدود وتوفير السياج وكذلك البذور والمعدات الزراعية وخاصة أنه في العام 2024 وفر 71 محراث للمزارعين بالنسبة للبرنامج وفهم البرنامج القيامة قابل العمل هذا البرنامج القيامة قابل العمل يتم تنفيذ المشاريع عن طريقة المستفيدين مقابل المهوضية توفر السياج وتوفر المعدات كاملة للتنفيذ السياج وكذلك يتم أعطوهم القمح مقابل التنفيذ إما يتم بيعه والفضل اللي داخل منه يتعود يقوم بها العمال يشتغلوا بها وإما يستخدمهم وبالتالي حراء هون نبقي نوضح على أنه في ذا البرنامج نحن نعدل اتفاقيات مع المستفيدين على أساس أنه لا يتم تنفيذها بعد ذا بعد الاتفاقية وتسليمهم المعدات نرجع لهم إن شاء الله وكذلك مراقبة بشكل عام نقول على أن المهوضية من القداية ذا العام دخلت في 58 مشروع زراعي على مستوى الولايات قرابة 80% من الأراضي الصالحة للزراعة في ولاية العصابة تمت زراعتها زراعة مطرية مع وجود أماكن جديدة الأمر الذي يعكس أهمية ونسبة الإقبال على هذا النوع من الزراعة تقريباً 70% إلى 80% من الأراضي الصالحة للزراعة تم زراعتها بالنسبة للزراعة المطرية على مستوى الولايات والمجهود متواصل به اللي الناس لا مزال تتبذر وتبذلات جديدة ومزالت متبار كمعات سيج ومزالت متبار كمعات دير المبيدات الإقبال على الزراعة المطرية في ولاية العصابة يصطدم أصحابه بجملة من التحديات يجزونها في الحاجة إلى الدعم والأشهاد وتوسع نطاق المكننة الزراعية لاحظنا عن القلقوات اللي تم ترميمهم في بداية الصيف سابق الموسم لخريف يبدأ عنها تبارك الله كانت جهة لخريف وهي متهيئة من أجل الزراعة خاصة المطارية يعود هل هي جاهزين لا رافدين بذورهم ويبدأوا القلقوات اللي ما فات اللي ما ورمت يجيها الخريف ما هي جاهزة نطالبوا أعلن القلقوات سابق موسم سابق موسم الخريف يا الله يعدل لهم تهيئة في ترميمهم وشكيطتهم ينشكطوا القلقوات ذاك الموسم إياك ما يجي الموسم كنوا جاهزين أحنا هون نزرع الزراع ونزرع هذا لقان ونزرع قرطة ونزرعت هون متري وزرعت هون مكة وزرعت هون كركاش وفندي ولا خالق نوع من أنواع الزراعة مطرية ما عدلته هذا التراب قاد قالها مني الصدر وقالها مني الضعف المادي حملة زراعة المطرية فيولات العصابة هذا العام تم إطلاق بالموازات معها حملة لصد الطيور مع توفير جميع أنواع المبيدات الحشرية وآليات مكافحة الآفات الزراعية على مستوى المندوبية الجهوية في حملة موازية لمكافحة الطيور الهار كاتي سبعين داخل الولاية وعدنا لها تحسيس مع المواطنين وفيها مجموعات تتنقل في كالدبليد لوكار الطيور تتكافح حتى الآن ما فات ذو كل أفات اللي دائما تضيع المحصول ما فات تلاحظت المبيدات الزراعية جاونة كاملة ذلك منها يتعلق بالمبيدات الحشرية وذلك منها يتعلق بالدودة السيزاميا السيزاميا وقطع عنهم الناس كامل حاسسناها وقبضوا المبيدات وقبضوا ما اللي يتعلق بمكافحة السيزاميا والناس اللي متبارك كامل أركاتي لا من ينجوا إن شاء الله 15 يوم لين عدلوا حاملة تقويم لما يجهو ذلك تخلق ولاية الأعصابة يعول عليها في المجال الزراعي انطلاقا من كونها قطبا تنمويا هاما في البلد حيث تمكن مزارعها في السنوات الأخيرة من استثمار دعم السلطات والقطاعات الحكومية ليوفروا الاكتفاءة ذاتية من الخضروات وبعض الحبوب محلية وتصدير الفائض من منتوجهم للولايات الأخرى ما جعلهم مذالا يحتذا به في المجال ترجمة نانسي قنقر